بصراحة تصريحات يعني مستغربة شوي وهو اللوم مش عليه عشان نتكلم كده ايه بوضوح تام يعني اللوم مش عليه اللوم على اللي اتفق معاه اللي جاب كيروش كده قال له تعالي احنا عايزين نتعقد معاك اللوم ماشي يا جماعة انا وافق اتعقد معاكم شروطكم ايه او انت شروطك ايه واحنا شروطنا مثلا ايه احنا شروطنا احنا عايزين تودين كاس العالم تمام وده طلب طبعا منطقي وحلو اوي زي بفل يعني وهي حاجة من الاتنين بقى هم كانوا ناسين ان فيه كاس امم افريقية فبالتالي ما طلبوش كيروش بيها ها يا اما هم مش فرقة معاهم كاس الامم افريقية وفرقة معاهم كاس العالم حتيجي تقولي زي ما قال كيروش كده في المؤتمر الصحفي النهاردة ان اغلب المصريين اغلب المصريين هدفهم الاساسي كاس العالم لا مش اغلب المصريين ده كل المصريين هدفهم الاساسي كاس العالم بس كل المصريين برضو عايزين يشوف المنتخب بشكل كويس في كاس الأم ويشوف المنتخب بياخد بطولة كاس الأم هل إحنا قليلين نقصين إيد نقصين رجل بل بالعكس إحنا كمان عندنا لعبة جمدة أول ومش ببالغ آه ممكن نختلف شكل المنتخب الأداء مش حلو الطريقة مش عارف مالها الراجل ما عندوش مرورة تكتيكية الكلام ده كله نتكلم فيه براحتنا للصبح لكن كقوان منتخب لا عندك منتخب محتر عندك منتخب يقدر يوصلك للأدوار النهائية في كاس الأمم الأفريقية فإحنا كلنا حرسين أشد الحرص في الحقيقة إن إحنا نشوف المنتخب بالشكل ده كون إن الراجل في دماغه إن كاس الأمم الأفريقية دي بطولة أصلا واضح إن هي حتندرج تحت الجانب التجريبي اللي شفناه في كاس العرب بالنسبة له فدي كارسة لا دي مش كارسة بس لا دي كارسة كبيرة كمان منتخب مصر اسم كبير منتخب مصنف منتخب معروف إمكانياته وتاريخه العظيم يعني فما ينفعش إن إحنا نكون رائحين وهدفنا إن إحنا إيه يعني إيه بنجرب كده نفسنا ونشوف عشان نسعد كاس العالم من خلال التصفيات النهائية يعني لا طبعا ده كلام مش منطقي وكلام مش مزبوط لكن ممكن البعض يقول لك إيه هو ممكن يكون كروش بيقول الكلام ده علشان يرفع الضغوط من عليه وعلى اللعيبة وحقول لك ده أسلوب قديم قوي بقى يعني يعني الفكر ده كابت المحمود الجهري الله يرحمه كان عمله في 98 قبل ما نسافر على بوركينا قال لك إيه قال لك يا جماعة إحنا حناخد المركز الثلاثة عشر فرفع الضغوط من عليه كإعلام مثلا مصري حيهاجم حينتقد كضغوط كمان على اللعيبة كانت ممكن تبقى كبيرة جدا فاتصرف في جانب نفسي كويس قوي لكن لو بالطريقة دي بتنفذها دلوقتي وإحنا في عشرين وعشرين فده أسلوب قديم قوي 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 وصعب إنه يجيب نتيجة صعب وارد بس صعب إنه يجيب نتيجة وبالتالي ده ممكن يأثر بشكل سلبي جدا جدا على العناصر الموجودة في المنتخب هقول لك يجيب ده المدير الفني بتاعي طلع بيقول يا جماعة احنا مش عايزين بطولة الأم الأفريقية فأنا يعني ههبط كده بلغة الكورة ههبط طبعا بلعب باسم المنتخب وبتاعه باسم مصر اسم كبير جدا لكن لو بلاقي المدرد بتاعي بيقول كده إنه هدف الأساسي كاس العالم فأنا بالنسبة لي مش هتعب نفسي يعني ومش حامل مجهود كبير وحركز زي ما هو الراجل عايز حركز على التصفيات كاس العالم بصوا حركوا اللقطات بصوا كم الأسماء الكبيرة جدا جدا مجودة أنا مش عمري ما هعاتب كارلوس كيروش على أي اختيارات يختارها هو ليه الحق الكامل في اختيار أي لعيب هو عايزه يعني الناس آه مستغربة استبعاد أفشة كلهم استغربين استبعاد أفشة استبعاد طريق حامد اتنين طقال قوي قوي يفرقوا معك لكن في نفس الوقت هو حر هو المدير الفني لكن احنا مختلفين معاه تماما في التصراحات اللي زي دي النقطة بقى الأهم من قبل مطلع فاصل اللي لازم أتكلم فيها وهي نقطة ايه قال لك أنا مش عجب وحراركم سمعتوا دلوقتي معنا أنا مش عجبني البرنامج الخاص بالاستعداد لبطوية العمر فقال لأنا والالتحاد لأن احنا مكننا مش عارفين الأمور ماشية ازاي ومش عارفين المواعيد هتبقى ازاي يعني وواضح ان هو كان في دماغه ومن خلال تصريحاته برضو وفي لقطات تانية ممكن ما تكونش اتعرضت ان هو كان في دماغه مباراة الأهلي فخلي بالك بقى حضرتك وانت بتتفرج كده علينا وبتسمعنا دلوقتي ممكن النهاردة بالليل تسمع بعض المرامج تقولك أصل الأهلي هو اللي طلب تأجيل مباراة بيرمتز لا ما تصدقش الكلام ده هقولك ليه أول حاجة مش مباراة الأهلي وبيرمتز بس اللي تأجلت ده في عدد من مباراة يقترب من خمس أو ست أو سبع مباراة في الدورة يتأجلوا بناءا على إيه بناءا على إن الأجندة الدولية كانت تبتدي يوم 27 اللي هو آخر يوم يكون معاك اللعيبة المحترفة بتاعتك فبالتالي لو أي حد رايح المنتخب لازم يمشي فبناءا على كده ربطة الأندية حددت معاد إقاف الدوري وبالمناسبة أكتر فريق متضرر من إقاف الدوري بشكل مبكر هو النادي الأهلي هتقولي ليه هقولك ليه لأن الأهلي من مجرد ما تخلص في طويلة الأمم الأفريقية عنده بطولات قد كده ومباراة قد كده فهو نفسه يشيل حاجة من عليه عشان هتيجي فترة بعد كده هتلاقي ضغط كبير جدا على الأهلي على لعبته إجهاد هنعاني من نفس السيناريو اللي شفناه السنة اللي فاتت فما تصدقش أي حد بالليل يطلع يقولك كم ده أو أي وقت يعني مش قصد بالليل يعني أي وقت يعني تمام؟ فده أمر كان مهم جدا توضيحه بختلف بختلف تماما مع كيروش في تصرحاته لكن أكيد بتمنى كل التوفيق لمنتخبنا في كاس الأمم الأفريقية ويعمل عكس تصرحاته دي وممكن يكون مثلا بيحاول يرفع الضغوط عن نفسه وعن اللعبة هروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نكمل يلا بي